اشهد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بما اتسمت به رئاسة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه لأعمال الدورة العادية الثالثة وثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قمة البحرين وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله من حكمة وحنكة واقتدار وهو ما جعلها قادرة على تحقيق الإجماع العربي في مختلف القضايا التي طرحتها القمة ومكنها من تقديم حلول ومعالجات عملية واستثنائية وثمن وزير التربية والتعليم ما ورد من مضامين في المبادرات السمية التي اعلن عنها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه في أعمال الدورة العادية الثالثة وثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قمة البحرين بشأن تقدم مملكة البحرين بعادل من المبادرات للإسهام في خدمة القضايا الجوهرية لاستقرار المنطقة وتنميتها ومنها مقترح خاص بتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة ونوها سعادة الوزير بهذه المبادرات التي جاءت كمقترحات خاصة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه حيث عكست مدى اهتمام وحرص جلالته على تذكير العالم بضرورة تدارك ومعالجة نتائج الصراعات والنزاعات التي مست الحقوق الأساسية لشريحة واسعة من الأطفال والبالغين والمتمثلة بالدرجة الأولى في الحق في التعليم والرعاية الصحية ولفت الوزير إلى أن المساس بالحق في التعليم وخصوصا التعليم الأساسي يخلف عواقبة وخيمة على حياة الفرد والمجتمع وأن الالتفات إلى من تضرروا من الصراعات والنزاعات وخصوصا من فئة الأطفال فحرموا من حقوقهم الأساسية في تلقى التعليم عبر تخصيص مبادرة لإيصال التعليم إليهم ومنحهم بارقة أمل نحو مستقبل واقعه أفضل هو سمة خاصة تفردت بها قمة البحرية ترجمة نانسي قنقر